السلام عليكم طريق ما مأمناش الانسان مني كيركب على الحديد كيخرج في سفينة الله إلا كان التزم بالشروط القانونية اللي هي كتحتوي على حزام السلامة وعلى الخوضة وعلى حتى الطريق اللي يمشي فيها تكون يعني قبط اليمين دياله وعلى القانون اللي كيخلي الانسان يمشي وهو حذر من السرعة ومن التهور ما يديروش في الطريق وما يبقاش يلعب من اليمين للشمال إيش الطريق الصحيح دياله كيوصل بالسلامة إحنا اليوم سمعنا البارح قناة مرحبا دار حادثة وحادثة جابت له يعني كصور على مستوى الوجه دياله إحنا ما غديش نقوله كيف كي يقوله بعض القانوات اللي إحنا كان حاربوهم أنه السكر ولا مثلا شي حاجة اللي هي تتقلدو بهالناس لا إحنا غدي نقوله أنه صار مع حادثة لأنه هو في علامات الحادثة صار مع حادثة الله أعلم شنو فيه ما غديش السيد هو مريض وكله شخ شخ وإحنا نقوله اللي را كانت يدير وكان دير كان حيدوا عليه الدنوب وكان جيبه على راسنا كان دعولي بالشفاء إن شاء الله ربي غدي وقف معاه وما نبقوش نزيده للناس اللي عندهم المشاكل نزيدوهم ألم على ألم إذا أنت بني عرفتي سكران ولا عرفتي كان معه بنت ولا عرفتي دار شي حاجة ولا عرفتي كان غادي ما عارت فيه كانت أولى أنك تنصحه مش يتخرجه تقوله في القناة ديالك علش باش تطلع المشاهدة ما عارتش أنك باش كتطلع بزاف ديالبنوب ما تبقوش قلسين وكتبقو تجبدو الكلام من جنابكم وكتبقو تتعدوه للناس هو في حادثة وطبيعي أنه غدي يبراه وغدي إن شاء الله غدي وقف على رجلي وغدي وفقه صيد ربي وغدي يسمع الكلام ديالكم وما غديش يعجبو الحال وغدي يزيد التحطم أكثر هذا إلى ما سمعوش وهو كان ينصح بالحال غدي يقولو لي كيقولو عليك الناس وتيقولو عليك الناس عيب عيب الإنسان اللي كتبقو تزيدوه مشكل على مشكل كتزيدو ألم على ألم كتزيدو صداع على صداع رح نخوز ما بقوش نتقلدو بواحد الحاجة ما شفناهاش بعينينا وما سمعناهاش بودنينا ديما نقول الله أعلم ديما ندعيو مع الناس ديما نشوفو الناس في واحد الحالة نتخيلو نفسنا احنا فيها واش نتيعجبك الناس يقولو عليك أنه كنتي سكير ولا كنتي سكران ولا كنتي شفار ولا كنتي متهور في طريق ولا كنتي ما اشتواله ما تقولش ما تردهاش على نفسك ما تردهاش على غيرك والإنسان نفسها ما كنتيش مشاكل كنتدير مشاكل نفسية للناس ولكن كنتدير مشاكل نفسها باش ننضو حنايا ونحاربهم كنتمنى تكونوا وعيتهم مزيان بالمواضيع اللي كتخرج وكتخلينا نبقى نتنقلوا من قانا لقانا باش نعرفوا الحقيقة كنقدرون لقوا وستدية القانوات خارجين كلهم كدوب وقانا فيها مصدقية يعني كانت مننا وذيك القانا اللي فيها المصدقية اللي يسبقها وذيك القانوات كلهم يتمسحوا غير نساني يا لي وحنا تهنينا وما يبقوش يقولوا المغرب في المشاكين المغرب في الكدوب المغرب فيها كان بقوا قلسين وكان نعيشوا في عالم آخر وكان خافوا خصوصا للناس اللي برا كيبقوا يسمعوا بالله راه المغرب فيه كذا وفيه جناو كنتمشي الارض الواقع ما كتلقوا له ولكن مني كتسمع انت بلا راه هاد المشاكين الكينة في البلاد وانتغي كتشوفه في اليوتيوب قلبك سي تهز ما كتبغيش تجي لبلادك كتخاف من بلادك تجي لها كتقول واش كاع هاد الشي وصلت لي لبلاد مني كتتفاجئ وكتجي كتلقى البلاد تغيرات لكن النفوس ديال الناس اللي طامعة في القنوات تتخرج لها الفلوس هي اللي خيبة وما بغا تشتغير بغا تغير الواقع ولكن الواقع دائما يجي من نشوفوه في أرض الواقع كالقوهم زيان ولكن نجي نسمعوه مع الناس جوهلة والناس ما كيفهموش والناس ما كيخافوش الله والناس مواعينش وما كيخافوش الله كالقوها هذا الواقع كيرهبنا نديرو يدينا فيه بعض ونبدو نسين يليو هاد القنوات ونحيدوها ونحيدوها باش ما تلقاش لأنها ما ليقاش لا ليها ولا لنا كانت من ناس كونوا فهمت وهاد الدرس دياليو ترجمة نانسي قنقر